روى لبن مسلم عليه رحمة الله في الصحيح من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها ثم قال وهو في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت رضي الله تعالى عنها يحذر ما صنعوا قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا هذا الحديث كان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بأيام قالت لما نزل يعني لما نزل الموت بالنبي عليه الصلاة والسلام وهنا في فائدة أخوانا ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون والخطاب الأول موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وأكد الله تبارك وتعالى هذا الكلام فقال إنك ميتون أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عليه الصلاة والسلام وللأسف الشديد الليلة في ناس كتار بيعتقدوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حي وما بيفصله هم لو قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام حي في البرزخ يعني حياة البرزخ ده كلام صواب وده داخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله هم كذلك أحياء في البرزخ والبرزخ ده 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 البرزخ الحياة التي قبل الحياة الدنيا والحياة الآخرة الحياة ده ما تلاتة تلاتة مراحل أو أربع مراحل المرحلة الأولى في بطن الأم والمرحلة الثانية في الدنيا دين إحنا الآن عايشنا المرحلة الثانية باقي لنا مرحلتين ولابد نمشي عليهم المرحلة الثالثة جوة في القبر المرحلة الرابعة والأخيرة يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام حياة البرزخ وكذلك الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وكذلك العلماء لأن العلماء شهداء أو عفوا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادَ العلماء بيدخلوا في معنى الشهادة لكن ما بيدخلوا في هذه الآية بيدخلوا في معنى الشهادة فهم في القسم الثاني من أقسام الشهادة بل هم مقدمون على الذين يقتلون في سبيل الله العلماء الربانيين كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما أما بالنسبة للحياة البرزخية فهذه ثابتة لشهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله أما بالنسبة للعلماء فأنا لا أعلم له دليلاً قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَادَ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وبيعرف الحاصيل هس في الدنيا زي ما قال ده خليفة أشفتكم لكم في المقطع في ميدان المولد قال النبي عليه الصلاة والسلام معانا في احتفالاتنا ومعانا في طاراتنا وفي نوباتنا الكلام ده باطل النبي عليه الصلاة والسلام مات وإلا الناس اللي بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام حي كحياتنا الآن الحياة الدنيا ديالبين أسألهم سؤال واحد واحد بس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا دفنوا ميت لأنه لا يمكن يقولوا ما دفنوا لأنه لو قالوا ما دفنوا طيب القبر الآن أسي الموجود في المدينة قبر من ده قبر النبي عليه الصلاة والسلام إذن لابد يقولوا دفنوا عليه الصلاة والسلام طيب لو قالوا دفنوا حي يلزم من كلام ده إنه بيتهموا الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه انت لو دفنت الزوال حي كتلت ولا ما كتلت ولا يمكن يقولوا الكلام ده ده ذات ما بقولوا يبقى لازم يقولوا إنه الصحابة دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام ميت عليه الصلاة والسلام ولو قالوا الكلام ده يبقى عقيدة بطلت إنه النبي عليه الصلاة والسلام حي الحياة الدنيوية الآن أن نحن عايشناها فديه الفائدة السيدة عايشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل به الموت والنبي عليه الصلاة والسلام بشر النبي عليه الصلاة والسلام بشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ويصيبوا ما يصيب البشر حتى من السكرات ومعاناة الموت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على وجهه وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات ده النبي عليه الصلاة والسلام قالت طفقة طفقة يعني جعل يعني بيقى يعمل شنو يطره خميصة على وجهه الخميصة نوع من أنواع الأجمشة كما في الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة نوع من أنواع الأجمشة عليه خطوط فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشيل القماش ده وبيطره على وجهه عليه الصلاة والسلام طفق يطره خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها اغتم يعني من المعاناة السكرات والضيق اللي بيصيب الإنسان عند خروج الروح لأنه بيصيب الإنسان ضيق في النفس وذي حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام بتصيبهم هذه الأمور فإذا اغتم كشفها يعني كشف هذه الخميصة فقال عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحال شوف في الحال حالا لا السكرات والموت مقبل شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شنو قال لعنة الله على اليهود والنصارى وده كان من أواخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن أواخر تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام ووصاياه عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى النبي عليه الصلاة والسلام 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 أديل الطائفتان ديل من أخبث طوائف البشر ومن شر الخلق والخليقة قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية البرية يعني الخلق شر الخلق اليهود والنصارى الليلة المجتمع المسلم ما بيختلف معاك في ذنب اليهود وإنه اليهود ديل ناس كعبين وناس كفار المسلمين أصل اليهود ديل ما في مسلم بغالطك فيهم أسهل أي مسلم في الشارع ده كان متعلم ولا جاهل قل الله رأيك شنو في اليهود يقول لك اليهود ديل أعوذوا بالله قل الله طيب النصارى قل لك يا مولانا ديل ما عندهم دين يا أخي والله قال ولكم دينكم ولي دين إت فرست بيناتهم كيف ربنا حكم عليهم اللي اتنين بيعكم واحد إت جيد فرستهم كيف ليه بيفرزوا بين اليهود والنصارى لأن جماعة الإخوان المسلمين زرعوا في أذهان المجتمع المسلم إن الإشكالية مع اليهود مشكلة فلسطين ومشكلة الذين يقتلون في فلسطين فصار المسلمون يبغضون اليهود من أجل فلسطين لا من أجل العقيدة الفاسدة تعني ما الشغل ذات زرعوا منه زرعوا الأخوان المسلمين بسا اليهود دا من تقول لأزوال اليهود بطوالب يجعل راسه شنو فلسطين ولا الأطفال الكتلون في فلسطين أي ما دا دا أمر مزموم ودا أصلا دا عادة اليهود على مدى العزمنا ما عندهم عهد أصلا ما عندهم عهد وما بيحبوا المسلمين ولا بيرعفوا بالمسلمين ولا بيرحموا المسلمين أصلا والنصارى زيهم واحد بالمناسب زيهم واحد النصارى فبيع يفهم المسلمين إن النصارى دا هم في النهاية على دين المسيح ابن مريم وهم مسيحيين وهم ليسوا كذلك أصلا دا ما على دين المسيح عليه السلام ما قال لهم المسيح ابن مريم أعبدوني من دون الله ولا قال لهم أجعلوني ولد لي الله ولا قال لهم اتخذوني وأميه إلى هين من دون الله ما قال لهم كده وديل النصارى اليوم الليلة عشان كده شوف أي يهودي وأي نصراني بعد ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام دا كافر ولا في نغاش في الموضوع دا في مقطع في اليوتيوب جايبين الصوفي الجفري داك الجفري اليمن دا جايبين معاه واحدة متبرجة نصرانية قبطية مصرية عامل فيها قاعد يحاور فيها وددلوك دا ما فهم الدين ذاته انت بتجيبه يحاور له مسيحي المفروض يقعد مع المسيحية يقعدوا الاثنين في طربيضة واحدة ويجي واحد سنفي ناغشنا الاثنين يخدهم في محلهم لأنه دينهم واحد تقال الجفري والقبطية في بيناتهم فرق ما فيه فرق بس دا ذكروا ديك أنثى لكن في الدين واحد ديننا الاثنين واحد جاي قاعد وعامل فيها الوضع ظريف وكل مرة يعايل الله ويضحك يعايل الله ويضحك ما مجرم غريفتك ديك المدبرجة دي الكافرة لما انفتح عليها الفرصة قالت نحن مشكلتنا قالت ما مع الدين الاسلامي في نفسه وكذابة طيب لو ما مشكلتك مع الدين الاسلامي ما بتبقي مسلمة ليه قالت نحن مشكلتنا مع الخطابة الديني المشكلة الهوز بتاع الخطاب الديني مش حتى عند النصارى الخطاب الديني والاسلوب النصارى ذاته الاسلوب ده محرقون قالت نحن مشكلتنا مع الخطاب الديني المنفر والبيقى فيه تكفير البيت عمل فيه انه غلاس كفروها انتي اصلا كافرة كفروك شنو قالت الخطاب الديني فيه تكفير لانه هي في عقيدتها والنصارى كلهم ما بيشوفوا نفسهم كفار اصلا تقال النصراني بيكون شايف روحه كافر زي المبتدع المبتدع ده اصلا ما بيكون شايف نفسه مبتدع بل بيكون شايف نفسه الوداء الفضيل ذاته الفضيل ابن عياط ما بيكون شايف روحه مبتدع ديال برضو ما شايفين نفسهم كفار اصلا بل شايفين انه المفروض نهنى كمسلمين نكون معاهم في دين ده لانه دين ده الحق ومش قالوا لان يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى الكلام ما قالوا سيء لأنهم هم بيعتقدوا إنه دين ده هو الدين الحق وده الدين اللي بدخل الجنة وربنا رد عليهم في القرآن قال تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فالنصارى يا أخواننا كفار واليهود كذلك كفار فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن ربنا سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى من أسباب اللعن طبعا اللعن ده عنده أسباب كثيرة من أسباب اللعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قبور أنبيائهم مساجد وتعرف من هنا إن الأمة الإسلامية اليوم اتبعت اليهود والنصارى الاثنين اتبعت اليهود والنصارى حتى في العقيدة لأنه ده من أمور العقيدة الليلة المسلمين إلا من رحم الله وغشاهم الصوفية فهموا منه الشيخ ده لما يموت إلا يدفنوا في القبر في المسجد يجيبوا الشيخ يدخلوا جوا الجامع ويجيك محمد المنتصر الإزاري المجرم يجيك في التلفزيون يقول ليك الولي لما يدخلوا في الجامع يدفنوا في الجامع بركة الجامع بالزيد كذاب مجرم هو أنه الولي ذاته الولي وأنه ذاته لشان تقول لينا دخلوا في الجامع كذا هو الحاجة أثبت إنه ولي بعد ذلك تعالنا شوف تدخلوا في الجامع ولا تدفنوا برا أول حاجة أثبت لنا إنه ولي الشيوخ الصوفية ده المأولية كلهم لا البرعي لا المكاشف لا الصايمديمة لا الركاني لا وزبدر ولا كل الشيوخ ده بتاعنا الصوفية ده المأولية لله عز وجل لكن بعد ذا كله يجي يدفنون في المساجد وتلقاهم يجهزوا قبر كمان للخليفة واحد ميت والبعديه ميت وفي قبر ثالث ده حاجزنه زي الصالة بتاعت المناسبات قبر محجوز الصالة الخليفة لما نموت دارين يدفنوا هنا والجامع من تدخل فيه القبر ثاني خلاص ما يصلح للعبادة أبدا ما يصلح للعبادة شاكد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جاب الحديث ده في باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده يعني إذا عبد الرجل الصالح ما بيجوز تعبد الله في مكان مدفون في وزول ليه يا أخوانا لأنه دي وسيلة من وسائل الإشراك بالله تبارك وتعالى وده وقع الشي ده وقع مش نحنقولنا دي وسيلة للشرك الشرك ده توقع الليلة سببه شنو الليلة وجوه على الشرك في البلد دي القبور القبور بتاعت الجماعة دي الهم بيظنوا إنه دي الصالحين يدخلوا القبر بعد شوية يعبدوا الله عند القبر ما يعبدوا القبر يعبدوا الله عند القبر بعد شوية يعبدوا القبر ذاته زي ما شفتوا أنتوا كلكم وأو بعض منكم شفتوا الصوفية بيطوفوا حول القبور وبيسألوا سيد القبر ويا الشيخ فلان الحقنا ويا الشيخ أنجدنا ونحن في حواك ويا هوات بذر ويا المكاشف ويا البرهاني تلقاهم طايفين طايفين حول القبر الطواف ده ما عبادة جو صرفوا صرفوا للقبر يجي حسن الفاتح قريب الله البروف الذي أهلكه الله جابه في برنامج أسماء في حياتنا لما سألوا من الطواف بتاع الصوفية البطوف حول القبور قال شنو قال الطواف قال الطواف ده قال ده زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات أسيدي ده علاقة إنته كدايس يا صوفية كدايس إنته أسيدي ده علاقته مع الحديث شنو بالله ده برف زي ده يضب الرف كيف ذاته أنا ما عارف الده برف على أي أساس ناس بيطوفوا بيقبر عديل بيقبر وبيقولوا يا فلان الحقنا ووحدين بيقولوا آمين 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 هل ده بيشبه الكديسة اللي بتخوش وتمرك في البيت ما في أي علاقة بيناتو لكن لما نكون في صوفي تابع لزول ده بيصدق بيصدق لأن الصوفي ما بيقتنع إلا بما قال الشيخ أصو تقول الله قال ما بيقتنع الرسول قال ما بيقتنع العلماء قالوا ما بيقتنع إلا تقول للشيخ قال كذا ده بيقتنع حتى لو كان كلام الشيخ باطن فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي رواية وصالحيهم كما جاءت في رواية أم سلمة إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح جعلوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور قالت يحذر ما صنعوا يعني الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا على سبيل التهذير أخبر ويريد بهذا التهذير يحذر الأمة دي يحذر الأمة دي إنما تتخذ قبور الأنبياء ولا قبور المشايخ مساجد الصوفية يمشوين من الحديث ده يمشوين حديث في صحيحين البغاري ومسلم حديث في صحيح مسلم حديث في البغاري يمشوين يمشوين من الحديث دي لكن عشان تشوفوا الهوى والعياذ بالله قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خوشي أن يعبد يعني لو ما كده كان أبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام ودوفنا مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم